السلام عليكم أعزائي المشاهدين مع شركة بلاك ماجيك وإطلاقها للكاميرا الجديدة التي كان اسمها بوكت كاميرا الآن اسمها سينما كاميرا 6K والفارق الوحيد والمهم والأقوى أنها تأتي الآن بقوة الفول فريم وبذلك تنافذ سوني وكنسونيك في هذا المجال وتقوم بطرح كاميرا مناسبة للتصوير السينمائي بعدسة بالل ماونت وبتقنيات البلاك ماجيك التي تعطيك الفيلم لوك بسهولة كبيرة وبسعر 2300 دولار أما شركة HP فهي تقدم أول جهاز ثلاثة في واحد وفئة جديدة من الأجهزة جهاز متحول من تابلت إلى لابتوب إلى ديسكتوب في نفس الجهاز وبسعر هائل 5000 دولار وبمواصفات معالج الجيل الثاني عشر 1250 وكرت جرافيك من انتل المنظر في هذا الكرت وارت ديسك 1 تيرابايت و16 جيجابايت رام جهاز قوي جدا والسعر أقوى منه بكثير لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس